اشتركوا في القناة في لقاء خاص خاصة بعد اجتماع الشورى يومي السابت والاحد 11 و 12 مارس اجتماع يأتي في سياق صعب للغاية اقتصاديا وايضا كذلك عملية ارهابية جديدة من الشرق تنتقل الى الغرب الى مدينة قبلية تحديدا فضلا على تحديات كبيرة تتعلق بالشباب وصعوبات اخرى اجتماعية يشهدها البلاد مخرجات مجلس شورى النهضة في دورته العادية العاشرة اساسا تناول اذا تداعيات العملية الارهابية وندد بها وركز ايضا اشغاله في هذه الدورة العاشرة كما قلت على احياء مصاري تنسيقي بين الاحزاب المشاركة في حكومة الوحيدة الوطنية وكذلك المنظمات الموقعة على وثيقة قرطاج من اهم القضايا التي تناولها مجلس شورى اذا قضية الشباب وتأثير الشباب ايضا ملف اخر مهم جدا هو الاصلاح والتطوير داخل الحركة وكذلك التجديد الهيكلي فضلا على الوضع في ليبيا كما قلت هذا الاجتماع وهذا البيان من حركة النهضة من شوراها يأتي في وضع دقيق في ظل كذلك تسريبات داخلية وخارجية وحديث قوي جدا مطروح متواتر عن اياد استخباراتية ترتع في هذه البلاد وما زالت حديثة اغتيال الشهيد البطل محمد زواري ماثلة في اذاننا لعله من الاهمية بما كان في هذا الظرف بالذات وفي هذا التوقيت بالذات يوم واحد بعد بيان شورى النهضة أن نستضيف في هذه الحلقة الخاصة في عبد الكريم الهروني المهندس رئيس مجلس شورى حركة النهضة مرحبا بك اهلا وسهلا بكم وبكم شكرا على استضافة وتحية لمشاهدي زيتون الكرام اهلا وسهلا بكم نذهب الى الاسئلة ولكن بعد هذا التقرير حول اجتماع الشورى في دورته العاشرة العادية ثم نعود لنسأل ونستمع الاجابة تشخيص المشهد السياسي المحلي والاقليمي والنظر في عدد من الملفات الوطنية والداخلية على غرار ملف الاسلاح الذي اقر في المؤتمر العاشر للحركة كانت من ابرز الملفات التي تداولها مجلس شورى حركة النهضة في دورته العاشرة هذا الى جانب ملف الشباب ومشاريع القوانين المطروحة على مجلس نواب الشعب وقع حوار واسع وتفاعل اعضاء مجلس شورى مع التقرير الذي قدمه المكتب التنفيذي الذي شكل هيئة اجرت حوارا واسعا مع شباب الحركة في كل الجهات وكل القطاعات مجلس شورى الحركة تطرق الى موضوع الاسلاح حيث اكد عبد كريم الهاروني ان الاسلاح هو مصار وليس مجرد قرار وفق تعبيره لا يمكن ان يكون الاسلاح مجرد تفادي لازمة او انشقاق او دليل على وجود فساد في الحركة وانما الاسلاح مصار لا ينتهي تطور لا يتوقف رئيس مجلس شورى حركة النهضة اشار في سياق اخر الا ان الحكومة قد حققت جملة من الانجازات لكن في المقابل هناك تعثر في الاسلاحات وفي سن القوانين وفي عمل اجهزة الدولة حكومة حققت مكاسب حققت تقدم ولكن في المقابل منزل ثم تعثر في اصلاحات تعثر في قوانين تعثر في معرتها اداء الاجهزة متع الدولة مجلس الشورى استعرض ايضا تطورات الوضع في ليبيا حيث تم التأكيد على ضرورة تغليب لغة الحوار والتوافق حرصا على حقن الدماء وانجاحا لجهود المصالحة التي تسعى اليها جميع الاطراف مرحبا اهلا بكم من جديد اذكر بضيفي ارحبه مجددا سي عبد الكريم الهاروني اذا المهندز رئيس مجلس شورى حركة النهضة سي عبد الكريم ثمشكون يقول بانه ما هو معلوم ومعروف جدا عن المطبخ الداخلي لشورى النهضة عندكم نقاشات عميقة جدا مركزة ورفعة لا تعكس البيانات اللي تخرج وكأنها فيها يعني شوية رطبة ولينا لا تعكس بالضبط عمق النقاش الدائر داخل شورى النهضة انهارين كاملين شو رايك اللي يقول الكلام هذا بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اسمح لي في البداية باش نقول اللي الدورة العاشرة لمجلس شورى حركة النهضة بعد المؤتمر العاشر وتقريبا بعد اشهر من هذا المؤتمر تعتبر دورة هامة اولا تزامنت مع ذكرى سبعة مارس ذكرى انتصار الشعب التونسي وذكرى ان الملحمة بنجردان اللي كانت بداية النهاية للتوسع الارهابي في العالم العربي فتحية لابطالنا في بنجردان نترحم على شهدائنا في تلك المعركة وبالمناسبة نترحم على شهدائنا العسكريين والامنيين والمدنيين تونس بداية تنتصر على الارهاب وتونس دولة ديمقراطية لا مكانة فيها للارهاب وتونس هالمعركة هذه باش تتعاون فيها مع اشقائها في ليبيا وفي الجزائر وفي العالم الحر للقضاء على هالخطر لهدد الانسانية لان الارهاب جريمة ضد الانسانية لا دينة له ولا جنسية ولا لون كذلك احنا في مجل الشورى محتفلين بهذا الانتصار وجاءنا هالخبر الاليم متاع عملية ارهابية جبانا السهد في الدورية امنية في كبلي فرحم الله شهيدنا الامني والنعزي واهله وكذلك نتمنى الشفاء لجميله واحنا نحب نقوله اللي حركة النهضة ستبقى في طالعة القوى التي تتصدى للارهاب بفكرها الاسلامي المعتدل بتواجدها في كل فئات المجتمع وكل جهات البلاد وبدعمها لحكومة الوحدة الوطنية وكل اجهزتنا العسكرية والامنية فبهالروح هذه قاعدين انتصر الارهاب وما يزمش عملية كمن هدية تمس من معنوية الشعب التونسي او من اجهزتنا عملية معزولة تدل على ان الارهاب خسر المعركة في تونس ولكن هذه حرب ما زلت مستمرة وان شاء الله نتعاون مع العالم للقضاعة ذهال الافة ربي سبحانه قال لنا من قتل نفسا بغير نفسا او فسادا في الارض فكأنما قتل الناس جميعا فذلك عليش مش تونس فقط يجب ان تتوحد ضد الارهاب يلزم الانسانية الكلها تتوحد ضد الارهاب وسنقضي عليه ان شاء الله واضح هذا الانطار الاول مهم جدا وانت تنترحم على شهيد الحمد جبلي قلت يعني ان حركة النهضة تنتصر على الارهاب وفي ثقافتها يعني بثقافتها قلت بفكرها الاسلامي لكن انتما افصلتوا الدعوة على السياسي سيا عبد الكريم مهم السؤال هدايا احنا معنتها من ستة جوان واحد وثمانين طالبنا بتكوين حزب وقت لي جاءت فرصة للتعددية في تونس بعد نظام الحزب الواحد وفشل هذا النظام وقت لي قبلنا باش نكونوا حزب ونشاركوا في التعددية ونحترموا ارادة الشعب ونعتمد الديمقراطية وصندوق الاقتراع على الوسوط للسلطة الرد متاع السلطة اللي كانت ما تشاركناش الفكر الاسلامي كان هو القمع والاغتهاد قعدنا ثلاثين سناء باش جاءت ثورة باش في واحد مارس حصلنا على تأشير التكوين حزب يعني قبل الثورة ما كانش ممكن نكونوا حزب بالمعنى العصري بمعنى الديمقراطية العريقة فكان عنا تنظيم يحاول يناظل سياسيا ويهتم بكل الأبعاد ولكن كل شيء كان ممنوع في تونس وتقمعت الحركة الإسلامية وتقمعت كل الحركات كي جاءت الثورة شنوه جديد ثم تطور في البلاد ولينا نجم ونكونوا أحزاب بالمعنى الكامل الأحزاب والأحزاب عندها حدودها العمل الحزبي عنده قواعده يهتم بالقوانين بالإصلاحات بالانتخابات بالحكم بالمعارضة هذه اختصاصات الأحزاب وتهتم بكل مجالات الحياة الثقافية والدينية والسياسية والاقتصادية فأحنا الثورة أعطتنا فرصة تونس بش نكونوا أحزاب وعطت فرصة للنهضة بش تكون حزبنا والقرار اللي خذته النهضة في المؤتمر العاشر وهو أهم قرار وقرارها الاستراتيجي هو الآن التطور من البلاد والتطور من النهضة يقتضي أن نمشيوا في التخصص التخصص هو أن يكون عننا عمل حزبي ويتميز على العمل الدعوي أو الثقافي أو الاجتماعي اللي هو اختصاصه الجمعيات والمنظمات في مجتمع مدني مستقل عن الأحزاب وفي دولة هي دولة الجميع أحنا نحب نوصل لهذا وذلك علش التخصص موش مطالبة به النهضة برك مطالبة به كل الأحزاب بش ميصيرش خلط بين العمل الحزبي والعمل المدني وبين الدولة والأحزاب أحنا نحب نبنيه فهذا تطور طبيعي ولكن النهضة متمسكة بمرجعتها الإسلامية بفكرها الإسلامية وبفكرها الإسلامي المعتدل والنهضة ساهمت كمدرسة في إعطاء صورة مشرقة على تعايش الإسلام مع الديمقراطية وتعايش الإسلام مع قيام الحداثة وكذلك النهضة الآن قاعدة تتحرك في العالم للتصدي لكل من يريد أن يجمع بين الإسلام والإرهاب بين الإسلام والتخلف بين الإسلام وإهانة المرأة بين الإسلام وظلم المحرومين إحنا عنا نضال من أجل أن نبني أحزاب وديمقراطية حقيقية في تونس والنهضة جزء هام منها وعنا نضال في العالم من أجل تقديم صورة إيجابية عن الإسلام رأوا في العالم الإسلامي ممكن تقوم الديمقراطية وفي العالم العربي ممكن يكون حزب مدني ديمقراطي عنده مرجعية إسلامية ويكون ضمان من ضماناته ديمقراطية فهذا مسؤولية النهضة والنهضة معتها لا تتفاوض ولا تتنازل عن مرجعيتها الإسلامية وعن ثوابت الدين الإسلامي نعم سيد عبد الكريم قدم جمهور واسع وكبير برشا يعتبر أن النهضة هي حزب محافظ وهي ضمانة لعدم الانزلاق في نمط مجتمعي شبابي ما عنده حتى علاقنا بموروثنا الثقافي والأخلاقي والديني قدم يعتبركم أنتم الضمانة وأنتم تعبيرة مهمة تعبيرة شعبية من تعبيرات وتمظهرات التي زمها تكون موجودة قدم زادة كذلك يسجل البعض الملاحظين على غيرار ما جاء اليوم على لسان برهانب سيس بأن النهضة تتنازل وستتظل تتنازل حتى وإن تخرج من جلدها فقط لأن خصومكم يحب يقولون بأنكم أنتم الأشراء فهم يدفعونكم يعني لمزيد من التنازل إلى أي مدى هذا دقيق وإلى أي مدى التنازل سيضل أولاً أحنا مع تشرفنا أن التنازل من أجل تونس من أجل أن تنجح الثورة من أجل أن ينجح الانتقال الديمقراطي من أجل أن نجنب بلادنا حرب أهلية ونجنبها الفكر الإقصائي الفكر الاستئصالي الفكر العاميل لقواء أجنبية لا تريد خيراً بالتجربة تونسية كل تنازل في هذا الاتجاه يشرف النهضة ويدل للنهضة عندها علاش تنازل ولكن نحن لا نتنازل للخصوم ولا نتنازل لأعداء الثورة أو أعداء الديمقراطية أو أعداء العدال الاجتماعية أو أعداء الهوية العربية الإسلامية النهضة عندها ثوابت والثوابت هذه موجودة في برامجها والنهضة افتكت حريتها والنهضة اخذت موقعها في الحكم بانتخابات ديمقراطية والنهضة رغم كل الحملات وكل المؤامرات وكل الضغوطات بقيت الحزب الأول في البلاد سياسياً والكتلة الأولى في البرلمان ولأول مرة بدأت تعترف عمليات سابر الأراء بأن النهضة صمدت أمام كل محاولات التشكيك والإقصاء والتشويه لأن النهضة كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تبنيت بفكر معتدل قوي مقنع وتبنيت بمناظلين معنا تقراب من شعب ومستعدين يضحيوا ومزلوا يضحيوا والنهضة منفتحة على مجتمعها منفتحة على من يخالفونها وليس على خصومها بعقلية الوفاق بعقلية الحوار فالنهضة قاعدت تقدم وكل محاولات التصدي للنهضة بهذه الطريقة فشلت وستفشل مستقبل إن شاء الله هذه القوة والصلابة اللي موجودة عند النهضة التي تحكي لها والجميع يعني معروف الاتحاد والإضرابات 35 ألف إضراب وتقطع الطرقات وبرضو والاستعداد لقتل 20 ألف والاستعداد لحمام دم تسريبات جتم بعد هذا القوة تحسب لكم وتحسب عليكم يعني هناك من يقول إذا النهضة عندها جمهور واسع وهي حركة لولة ثانية لولة في البلاد ورغم كل ما أتاها من رياح ومن مؤامرات من دفرين فإنها ما زالت واقفة هذا زادة يحسب عليكم زادة يقول لك لماذا هي ما تقفش الآن وتعطي كلام واضح جدا أن جمعية شذوذ ممنوعة تكون في الشارع وفي التلفزة وفي كل مكان ويجب أن تجتث من هذه الأرض اللي ما عندها حتى علاقة بالكلام هذه أصلا ولا عنده علاقة ببرامج وبيستحقاقات شبابنا البطال المهمش الفقير الذي ينتحر يعني يقول لك النهضة هذه القوة التي لديها لابد أن تظهرها في أكثر برامج وفي أكثر تشبث بالشيء اللي يعطاها هي القيمة المضافة هذه أول أننا نحن ما يكفيش في تونس بش تكون النهضة قوية نحن نحب أحزاب قوية بش نعملوا ديمقراطية حقيقية وبش نقطع نهائين مع العودة للسجار لا مش هذا دورنا أما حبيث نقول اللي مصلحة تونس في أن تكون النهضة قوية ومن مصلحة تونس أن تكون هناك أحزاب قوية نحن نحن نحكو على النهضة نعم هذا أولا ثانيا أحنا معناتها يجبنا نقدروا اللي احنا في مرحلة انتقالية بعد ثورة والمرحلة انتقالية مرحلة صعبة لا تحكم بالأقلية والأغلبية لا تحكم فيها القضايا بالحسم النهائي والعاجل لقضايا تتعلق بالمجتمع أو تتعلق بالسياسة أو بالاقتصاد أو بالأمن نحتاجه إلى التدرج نحتاج إلى البحث على مجمع التونسيين هم يتدرجون بالعكس يتدرجون لإفساد المجتمع ولوضع برامج دخيلة ولضرب شبابنا في أخلاقه بش تكثر الجريمة بش يكثر الاغتصاب والمؤشرات كلها مؤشرات حمراسي عبد الكريم اليوم مجتمعنا وكأننا لا نعرفه وكأن تونس ليست التي نعرفها بالعكس هم يتدرجون ولكن في الاتجاه الآخر أنا نحب أن نوضح اللي في السياسة صمى ميزان القوات في المجتمع صمى طريقة في الإصلاح وفي التغيير وفي التدرج في ذلك أحنا كي وصلنا للسلطة في أول انتخابات حرة ما حكمناش وحدنا حكمنا مع غيرنا من يخالفونا ولكن تجمعنا بيهم نقاط مشاركة قدمنا خطوات لحماية الدولة لحماية وحدة التوانسة لحماية البلاد لأن ديك كانت من أولوياتنا بش ما ينهارش البناء بعد الثورة نجحنا في هذا ولا عنا دستور الدستور ولا هو المرجع اللي يجمع الناس اللي يخرج على الدستور هو خرج على الإجماع الوطني فأحنا كي نجحنا بش حطينا الدستور الآن يجبنا نعملوا منظومة قانونية وفق هذا الدستور الدستور هدايا يلتزم بالثوابط العربية الإسلامية لتونس يلتزم بالديمقراطية يلتزم بحقوق الإنسان يساوي بين الرجل والمرأة يوزع السلطة بين الجهاز التنفيذي والتشريعي بش يقضي على السداد يمشي للمركزية ويعتقيمة للجهاز يركز على الشباب فأحنا كي اتفقنا على الدستور يعني الدولة ولات عندها هوية واضحة وإحنا بش نعملوا إصلاحات قانونية وبش نبنيهم مؤسسات دستورية بش يولي البينام تاعد دولة والقوانين تاعد دولة منسجما مع الدستور فأن يكون الدستور هدايا بتوافق فات التسعين في المئة من نواب المجلس التأسيسي هدايا دليل على أن احنا في تونس قادرين نتفقوا وقادرين ما يجمعنا أكثر ما يفرقنا واللي بش يعمل أي خطوة فيها مس من ثوابت الدستور سواء كان الإسلام وإلا الحرية وإلا الكرامة وإلا الديمقراطية وإلا كلا اللي بش يمسل الثوابت أي مهم واللي الدستور حددها بش يلقى روحه خارج على إطار الإجماع الوطن مهم فهدايا إطار حددناه وهذا مهم في ظل الإطار هدايا ممكن نختلفه في ظل الإطار هدايا الانتخابات وإرادة الشعب هي لتحدد الشكون يحكم تونس بش ينفذ هذا الدستور ويحترم هذا الدستور هداك عليهش احنا في مجلس شورا في برنامجنا في الخطة المتعانة السنوية لدينا دورات مختلفة من بين هذه الدورات ثم دورات في مجلس شورا ستدرس مشاريع قوانين كبرى تتعلق بالمجتمع تتعلق بإصلاح الأوضاع في البلاد سواء كان المنويل التنموي سواء كان قضية المخدرات سواء كان قضية العنف من المرأة سواء كان قضية الإعلام قضايا الوفاق السياسي قضايا الحكم فأحنا في مجلس شورا وفي حركة النهضة مع تنعالج في قضايا البلاد نجحنا سياسيا قاعدين نحاول نوفروا شروط للنجاح الاقتصادي ولكن قضايا المجتمع في إطار الثوابت لحدد الدستور مش نجسلها في قوانين والنهضة من خلال خبراءها تعملوا على ذلك لمصلحة تونس مشين لها مع بعضنا الثوابت السياسي عبد الكريم بشوي بشوي إذن بالنسبة للشباب ترحتوا بعمق قضية الشباب وضرورة تعطيره والجمعيات والمنظمات ونشاطها إلى غيره من نظرة عميقة ومن لهوة كبيرة شنو تقييمكم للمجتمع اللي هو مجتمع شبابي بامتياز شنو تقييمكم عنكم تقييم إلى ما قال إليه الوضع بتاع الشباب أولا والحلول كذلك نعم 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 في مجلس شورك يطرحنا ملف الشباب أولا نحب نقول وراء النهضة منشاغلة لوضع الشباب تونس الشباب تونس متقلق لأنه ثم مشكلة كبيرة نطع بي طالع ثم مشكلة كبيرة متع استقرار اجتماعي ثم مشكلة كبيرة لتهديد سواء كان التوجه نحو التسيب أو التشدد في الثقافة في التعليم في الإعلام في المجتمع ثم مشكلة متع أسرة ومتع تربية ثم تهديد إرهابي معناتها ثم غياب للشباب بما يكفي في مؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع المدين ثم عزوف للشباب على المشاركة في الحياة العامة وفي المرادة في أعلى مؤسسة لها مجل الشورى طرحة ملف شباب بشقول لنا متقلقي ناسر على وضع شباب تونس اللي عانى قبل الثورة متقلقي وضحى في الثورة وعلق أمال على الثورة وشارك في أول انتخابات بقوة ولكن شبابنا معناتها بدأت يولي عنده شك وثم عمل من أجل أنه الثورة تفقد شبابها والشباب يبعد على الثورة وعلى الديمقراطيات ثم نستخدم في هذا الاتجاه تبني في حيط ما بين الشباب والثورة طبعا احنا كحزب وندعو كل الأحزاب والمنظمات والأعلام زادة كذلك باش نحاول ونقلع شبابنا باش يشارك في الأحزاب والمنظمات وباش يكون عنده أمل في الثورة باش يكيراهن على الديمقراطية باش يطالب حقه ويحتج ولكن بطريقة متحذرة وسلمية وانا مثلا ناخذ مثال جديد اليوم بركة انا نحيي شباب بوزيان لأنهم يطالبوا بالتشغيل ويطالبوا بالتنمية وهذا حقهم ويجبنا نجاوبهم عليه ولكن ما عطلوش الفصفات ورجع الفصفات ينتقل من قفصة إلى إصفاقس بعد أشهر من التعطيل فأنو شبابنا متقلق يجبنا نفهموه نسمعوه نقربوله ونقدموا حلول وبدأت ثم حلول عقد الكرامة وعقود أخرى والحث للقطاع الخاص نجاح المؤتمر الدول للإستثمار اللي جاب دعم كبير للتونس ثم فرص كبيرة متأستثمار متأم مشاريع كبيرة عنا مشاريع معطلة نحبو نعملوا صلحات في الإدارة باش نسرحوا المشاريع باش نخدموا الشباب باش نعطيوا أمل لشبابنا يعني ثم النهضة منشغلة بشباب تونس لأن الشباب النهضة هو جزء من شباب تونس هذا أولا ثانيا النهضة ما ننساوش اللي هي 20 سناء في الإختهاد بين الشجون والمهاجر وتحت دولة البوليس معاتها هشين سناء قطيعة بينها وبين الشباب سعب دي كريم فما برشة شباب تكون وكبر بعيدا عن النهضة وهذا الفراغ هذا كان من نتاجه أن بعض الشباب نجم يوصلوا للإرهاب والفكر المتشدد ويستقطب البعض منه بحضور النهضة ما نجمش يحصل هذا سعب دي كريم حبيت نقول لك نحب نقول لك حاجة اللي الثورة رجعت الشباب للنهضة ورجعت النهضة للشباب وصلنا في ستة شهور فقط بعد نجاح الثورة نظمنا ملتقى شبابه في القبة في 23 جميلة في 15 ألف شاب من وقتها في 2021 لكن في الزمن الجميل هنجي نقول لك المسيرة اللي وصلتنا عليش في مجل الشورة طرحنا ملف شباب والشباب كان عنده دور كبير يسر في نجاح النهضة في أول انتخابات فإحنا عنا نخبة كبيرة من الشباب ونحييهم بمختلف أجيالهم وشبابنا حبينا نطرح الملف هذا أولا باش المكتب التنفيذي كون هيئة تحاورت مع شبابنا في كل الجهات شبابنا بحكم التجربة متاع وعنده مبادرات حبينا في المشورة نجتمعوا باش نفتحوا هذا الملف متع شباب تونس وجزء من شباب النعضة واللي بدينا ننصلوله هو أنه معالجة ملف الشباب ما نجمش يكون داخل الحزب متاعنا مسألة تنظيمية ولا هيكلية كفاش ننظموا شباب باش نعزوا تكوين في إطار أكاديميتنا ولتأهيل القيادي باش نكونوا شباب ينجم يقود الحزب ينجم يشارك في البلديات ينجم يشارك في الحكم ينجم يقود جامعيات برا ماش كما دين الشباب كما دين طبعا باش نزاد كذلك ثانيا باش شبابنا ينفتحها لشباب تونس ثالثا باش ندمجوا الشباب أكتر في هيكل الحركة وباش نزيدوا الرفع في نسبة حضور الشباب في الهيكل المحلية والجهوية المركزية وخاصة عنا عملية متع تجديد شباب كيفاش ننظموا شبابنا داخل الحزب هذا باش يكون منظمة خاصة بشباب أو نعملوا ندوة وطنية تفرز هيئة تدير هالشان هذية تدريجيا أو نعملوا أشكال أخرى احنا قدمنا في الإجراءات اللي تعزز حضور الشباب داخل النهضة ومشاركته وتكوينه وانفتاحه على شباب تونس وبقاتل المسألة هيكلية باش ناخدوا فيها شوي وقت باش ننظموا شبابنا داخل الحزب أحسن تنظيم وننفتحوا لشباب تونس أحسن انفتاح هذي قضية مصيرية ومجل الشورى أعمل فيها خطوة مهمة في هذه الدولة مهم برشة خاصة عندما نتحدث قيادي طلابي بحجم عبد الكريم الهارون اللي كان على رأس الانتحاد التونسي للطلبة وهنا يولي تولي الأسئلة في الشباب أكثر عمق معاك اسمح لي باش نقول لك بأنه الشباب اليوم اللي هو البطال مئات الألاف والمهمش واللي ما عندوش مستقبل ولا يرى الأمل وما عندوش التكوين أقل حاجة يزبنا نفكروا كيفش ننقضوه حتى باش ما يمشيش للجريمة الجريمة متع الحق العام أو الجريمة متع الإرهاب أي مشروع ثقافي موجود الآن ما هو المشروع الثقافي اللي موجود اليوم في البلاد ذي اللي يمكن أن يؤثر الشباب ويخليهم متوازن في الصين عندهم ثقافتهم وعندهم مرجعيتهم في اليابان عندهم مرجعيتهم وعندهم ثقافتهم وفي تونس في الأصل نظرياً عندنا مرجعيتنا وعندنا ثقافتنا اللي تنجم تحافظ على الشباب حتى يكون بطال وما عندوش دينار في يجيبوه لكن لا يتحول إلى مجرم يكون صابر يكون ينتظر ويكون محترم في الشارع ويكون يروح بكري ويكون الصباح يقوم بشي لوش على خدمة اليوم المؤشرات الموجودة في الشباب نحن أمام قنبلة ما ليش نخوف في السيد المشاهدين لأن نسبة التسارب المدرسي إذا عندنا أكثر من 100 ألف شباب 14 و 15 سنة يخرجوا من المدارس كل عام ما يرجعوش هؤلاء خزان خزان خطير جداً على المجتمع ما هو المشروع الثقافي اللي قاعد يشوفي في البلاد نحن يزلنا نعترفه في تونس اللي وضع شبابنا اليوم يدل اللي عنا قدر من الفشل في الأسرة قدر من الفشل في التعليم قدر من الفشل في الثقافة قدر من الفشل في الفن قدر من الفشل في الإعلام قدر من الفشل في السياسة قدر من الفشل في الاقتصاد كل هالعوامل هذه وغيرها يدخلي شبابنا في عمره وباقي الطاقة اللي عنده شبابنا يحتاج بش يكون عنده فكرة يعيش من أجلها يدافع عليها يضحي من أجلها يصبر على خطرها رابط الفكرة شعب الكريم تخليه يساهم في أنه يخدم المصلحة العامة ويضحي من أجل المصلحة العامة احنا كنا في أعمار الشباب نفكروا باش نخدموا وباش نتزوجوا وباش نستقروا ولكن كنا نفكروا في تونس نفكروا في الثورة على الاستبداد نفكروا في فلسطين نفكروا في مناصرة القضايا العادلة في العالم جميل برشا كلامك حلو برشا يا سعب الكريم شوف معها يعني ونشوف وشنو علاقتها بالوطنية اليوم ونشوف برامجها شوف مشاريع شوف ماذا تقدم أعطيني انتي اليوم وقالي نحكو بكل وضوح ونصار حتوانسة وانتي يتبرك الله كما قلت لك ونت رئيس الاتحاد الطلبة يعني أعطيني اليوم شاب الـ 15-16-17 سنة هذا الشاب إذا هو متدين حتى لا يذهب إلى داعش ولا يذهب إلى فاحش حتى يكون في الوسط أعطيني القناة الوطنية القناة التي تمول بالملعام ماذا تقدم من مشاريع يمكن أن تؤثر على الشباب ما منحبوش الشوخة الخليج ما منحبوش الشوخة متاع البرة ما منحبوش اللباس الأفغاني أعطيني من هي الشخصية الدينية أو الشخصية الثقافية التي يمكن اليوم أن تؤثر في ولد عبد الكريم ولا بنت عبد الكريم ولا في ولد جارك ولا في غيره يعني هذا الشريحة الشبابية أعطيني شكور بصراحة سي عبد الكريم أنا نفعل مع كلامك أحنا يجب أن نكونوا واقعين نفهموا اللي قضية في الخطورة هذه وفي الصعوبة هذه مش بش تعالج لا بيوعود ولا بشعارات أحنا عملنا ثورة ضد الاستداد هذا نجاح أول أعملنا الدولة الديمقراطية ينجم الثاني عبر رأيه وبما في ذلك الشباب ينجم يحتج ينجم يطالب ينجم يكون فيه جمعيات ومنظمات هذا جزء من الحل وجزء من مشاركة الشباب في الحل هذا إيجابي عنا تحدي اقتصادي الشباب يحب على فكرة يعيش من أجلها ونظم من أجلها هذا مهم ولكن مش كيف الشباب يحب يخدم وحب يتزوج وحب يستقر هذا يزمو تحويل النجاح السياسي إلى النجاح اقتصادي النجاح الاقتصادي ممكن ثم ناس ما يحبوناش ناشعوا اقتصاديا ثم ناس يحبوا يعطلوا الإدارة ثم ناس عطلوا مشاريع ثم ناس عطلوا إصلاحات إحنا عملنا ثورة بيش نواصلوا الإصلاح الإصلاح معركة ثم ناس ضد الثورة ثم ناس ضد الإصلاح ثم ناس ماذا بيهم ما تنجحش لا الثورة ولا الديمقراطية ولا الحكومة بيش أول ناس ينقموا على هذا الكل هما شبابنا يقولوا الجابت لنا ثورة الجابت لنا الديمقراطية الجابت لنا الحكومة يولي رئيس الدولة ما عادش عنده قيمة رئيس الحكومة ما عادش عنده قيمة الوزير ما عادش عنده قيمة السياسي ما عاشته عن القيمة الإعلامي ما عاشته عن القيمة يولي قدام الشباب متاعنا حتى واحد وبعده ل ثورة الديمقراطية بداية تترجع جور الاشتكيل بيننا وبين الشباب متاعنا كسياسيين كحزاب كدولة ردوابان ردوا بانا لم نشل ردوا بانا便 الردوا بانا من الجد أن الشباب يفقدوا ثيقة من جديد مازال ثمى أمل مازال ثمى سمحنا مازال ثمام إمكانياتagine لتحقيق أمال شبابنا وما الحاجات اللي نقولوها لشبابنا باش ما يكونش كلام في الهواء احنا كيقارن ووضع تونس اللي شهد الثورة ببلدان أخرى شهد الثورات شباب البلدان الأخرى مش قاعد يقرأ شباب البلدان الأخرى كيخرج من داره ينكم يروحش شباب البلدان الأخرى يقتلوا بعضه وبعضا شباب البلدان الأخرى يتدخل فيهم الأجنبي باش يحدوا لهم وستقبلهم شباب تونس نحبه نقولوله أنت تعتزل بتونس وتصبر على تونس خاطر أنجحت أنت كشاب ونجحوا السياسيين ونجحت النخبة بتاع تونس وشعبها باش نحفظوا الدولة ونحفظوا البلاد ونحفظوا المسار ونحقوا الهدوء صارت صعوبات صارت أخطاء صارت مجد هذي يخلي الشباب يثق في بلاده والبلاد هذه وقلي تخرج من تونس العالم يحترمها الشاب التونسي يخرج من تونس ويقول أنا تونسي العالم يحترمه هذي موش شوية ولكن زادة في نفس الوقت باش نكون واقعين احنا نقوله للحكومة ونقوله للوزراء وللإدارة وللمسؤولين يلزم تسرعوا في الإصلاحات وتسرعوا في الإجراءات وتبدأوا بالأولويات يخي أنا أما نحل مشكلة ستة مئة وعشرين ألف بطال في عام وإلا ما نعمل شي احنا نتدرجه في الحلول ولا نصور اللي بالبرامج اللي موجودة عند الحكومة الحالية بدعم ستة أحزاب وثلاثة منظمات كبرى قادرين أن نلقوا حلول لولادنا ونبدأوا نشغلوهم وعننا فرصة أنا أقول لك مثال واحد دي ما نقوله وأنا في كل فرصة وإحنا ما خدمناش الفوسفات والفوسفات منتعنا من أحصل الفوسفات في العالم مدة خمس سنوات تخسرنا ما يقارب الخمس ألف مليار خمس ألف مليار شنجي ما يعملوا الشباب منتعنا يعملوا كثير سعب الكريم والإذن ثم ناس عملوا على تعطيل الإنتاج عملوا على عدم استقرار البلاد عملوا على طرد المستثمرين على طرد المسواح على إيجاد مواجهة في البلاد باش الشباب ما يخدمش والشباب يشوف في الثورة ويولي معناتها يتمرد على الثورة اللي هو إصنحها ولي وانتصرها ولذلك نقول شبابنا يبقى متفائل ويبقى عنده أمل وثيقة في ثورته وفي ديمقراطيته إن شاء الله جميل جميل نبنيه عليه خلنا نبنيه على كلامك باه يعني قلت أنه شبابنا ما هوش يتقاتل في بعضه كما في سوريا وما هوش معناها ما عندوش الحالة اللي موجودة في حالات أخرى في بلدان عربية قريبة لنا هذا إيجابي لكن خلنا نبنيه عليها إذا كان نحبه نبنيه عليها نحنش نلقاه أول حاجة سعى الأرقام اللي موجودة وأرقام معتمدة من مؤسسات طعنا بصبر الأراء 70% من الشباب التونسي متشاء من الوضع العام 50% من الشباب التونسي لا يرى مستقبلا ولا يعني تعالي له تونس حاجة كبيرة هذوما هذوما ناس هذوما يعني أحنسي عبد الكريم خلنا نتكرك التالي شوية 30 و 40 سنة التالي الناس كانوا فقراء أكثر من توتوانسا لكننا كانوا شي يسمعوا ببركاج يعني نحن اليوم الخزان الشبابي اللي موجود هذا في تونس ينجم يلقى البركور يمشي يعمل سبور في المزا ويمشي للنحلي ويمشي نحكي لك على المدن الداخلية مثلا إذا بقى الملجأ الوحيد للشباب أنه ربما يمشي للجامعة يسمع درس ويقعد جوية ويتعرف على العباد ويحس بروحه هكا اللي هو موجود في المجتمع متاعه هذا الركن الأخير اللي مازال اليوم اليوم تهمة الإرهاب أسهل حاجة رئيس شعبة قديم ينجم يعمل تهمة إرهاب لشاب ويحطه SDC وينكل به ويكره في النهار تولد فيه في خدمته في الحركة متاعه في خروجه البرة من المطار إلى أخيرين يعني الواقع الحقوقي مش من راسي هذا عنده علاقة بتقرير منظمة العفو الدولية واللي أعطيت إشارة حمراء الشباب اللي يحكي عليه سعى أبن الكريم المتفائل بالثورة باللون اليوم أراه رجع يعاني من ممارسات عندها علاقة وجه شبه كبير بممارسات خلناها انقضت في العهد القديم شوف خل عزيز الحريات هناك هزيتك للدستور والحريات انتي قلت للدستور حاجة جميلة هاني مشيت معاك للتفاصيل نعم نعم احنا معنتها يزينا نعرفوش نحبو وزادش النجم ونعم الأمور ليست بالتمني ولا بالتحلي احنا ش قادرين نعملو امكانياتنا ش يسمحنا الكثير يمكن أن نعمل الكثير الوضع في ليبيا بحذانا احنا كان عنا ما يقارب 300 ألف تونسي نجم ويخدمو في ليبيا بالأوضاع اللي في ليبيا اخسرنا مئات الألاف من الفرص لتشغيل شبابنا هذي مش احنا سببنا فيه ثم وضع دول اقتصادي صعب ثم ناس من اللول قالونا ندعموا تجربة تونسية واحنا مع الديمقراطية ومحقوق الانسان ولكن عمليا الدعم الاقتصادي كان محدود في الاستثمار في السياحة في التعاون الفني فهذي مش ذنبنا احنا زاد كذلك عنا حاجة يزمي فهمها الشباب متاعنا رانا ورثنا زياد على الاستبداد اللي انتصرنا عليه وقاعدين نقاوموا بشمعاء يرجعش للبلاد ثم حجم من الفساد في الادارة بكل مستوياتها في البلاد الحجم الفساد من اهم نتاجه انو الشباب يبقى تحت الحيد ويبقى جيعان عليش لانو الشباب متاعنا يقول شنوه تحبون نعملوا مناظرات هنا نعملوا في المناظرات ايه ولكن الناس يتدخل مناظرات كيفاش يدخل مناظرات ثم الناس يجي يقول لك انا نستحق بش نكون خير من غيري انا ما ندخلش في المناظرة ويدخل غيري عليش لانو الواحد يتحدث على اه رشوة والاخر يتحدث على اكتاف والاخر يتحدث على خاطر وذائي ولد المدير الفلاني ولا ولد النقابي الفلاني ما غير من عمه الشباب بوقت اللي يقول لك انا كيتقول لي ثم مناظرات وثم امكانيات للتشغيل ولكن مثلا ماش شفافية مثلا ماش عدالة بين شباب تونس جاي ما نجمش يفهمك وقت اللي يجي شاب يدخل يخدم في القطاع العام ويلقى روح وعنده موهلات وعنده كفاءة ولكن ما يتقدمش في السلم مهم ويلقى ثم ناس موجودين من الفاسدين حشاكم او الفاشلين مزالوا موجودين غديكة وهو معطل ما نجمش يتقدم بش يخدم بلاده ويقدم كذا يتقلق الشباب نعم فحبيت نقول اللي احنا عنا مشاريع انا نذكر في الحكم انا زرت مثلا في ثمانية جانفي الاخيرة زرت تيلة المناظلة والشهيدة نلقى مثيع البسيط معتها مستشفى جيهوي في تيلة متعطل توا سنوات علش الارض موجودة الارض موجودة والقرار موجود ووزير التجهيز موافق عليه والمستشفى لتوا لمطلق هذي يبينه مستشفى بش يخدم عبيت بش يحلنا مشكلة مطلق صحة وبش ينمي جيهوي ويخليها تشعر اللي يجوز من تونس علش ما يتعطى المشروع كمناتو وغيره من المطار الرقم اللي قلتو بش يذهل خاترت وانسا قلتو رصدنا عشر الالف مليار العشر الالف مليار دي ما تنفذتش المشاريع اغلبها ما تنفذتش ومش طبيعي انو ثمها مشاريع التوى ما تنفذتش وانا كوزير معادها وقتا كنت في النقل كنشوف ميزانية نرصدو ميزانية احنا كحكومة نعملو ميزانية نقولو بش نصرفو كده مليار وقت نجيو بش ننفذو نلقاوه ما يتنفذ منه الى عشرين وثلاثين واربعين في المياه وقتين الفلوسة دي موجودة مرصودة وتنتظر في التنفيذ هاو مثلا مش مقاول هاو مشكلة متع ارض هاو مشكلة متع وراق هاو مشكلة متع ادارة هاو مشكلة متع ارجع غدوة هاو مشكلة يوصلوا الناس يقول لك صراحة ماناش مستعدين المشاريع هذه تتم بعد الثورة ولا تتم في ظل الحكومة ديمقراطية هذية جزء من واقع تونس اللي الشباب يعرفوا ويلزم يعرفوا احنا تونس فيها كفاءات فيها اموال فيها فرص فيها حلول هذا كل موجود ولكن يلزم شبابنا يفهم اللي احنا في مرحلة انتقالية بعد الثورة ثم ناس تحب تنجح الثورة وتنجح الاصلاح بش شبابنا يخدم وبلادنا تطلع الأعلى مستويات وثم ناس يخدموا ضد هذية ويدفعوا في الفلوس ويضحيوا ويبذلوا في تجهيات كبيرة من أجل ان يفشل المسارى هذية ويفشل انا بش نعطيك مثال كنت اسمح لي بش نلخص لك انا عشت مثال في تونسار بش تشوف احنا شنجم ونعمل في تونس في تونسار انا كوزير نقل اسمح لي بدقيقتين معتا جاتني معلومة تقول اللي تونسار اتحطت في الترتيب متع الكوترون والصفاء في المرتبة 63 المعلومة ديه مجدش بصفة رسمية ولكن ثم ناس وطنيين ويغيروا على تونسار ويحبوا تونس قالوا نردوا بالكم رأي تونسار تحطت درجة 63 مدام كنا نتحطوا على تونسار هلية متاذية وتعطيل الطائرات تفضل الكلام ماذا معنتها المعلومة ديه ثم معنتها سلم ب300 درجة اذا شركة متع طيران كل طائرات اللي تهبط في المطارات الاوروبية يرقبوها المهندسين ويحطوا فيها تقارير اذا شركة معتها تتحط في الترتيب من خمسين إلى سفر تدخل للقائمة السودية وتولي الطائرات انتحها معاتش طابت في المطارات الاوروبية تونسار وصلوها بعض الناس 63 يعني 13 درجة وتولي في القائمة السودية وتولي طائراتنا معاتش طابت في المطارات الاوروبية كي جاءت المعلومة هذه عملت اجتماع طارئ بالناس اللي في تونسار معانيين وبالوزارة قلت لهم كلمتين اللي يحب يكون ضد الحكومة هو حر اللي يحب يكون ضد النهضة هو حر اما اللي بشي مست تونسار ولا بشي مستون صراني من رحموش عطيونا هالمشكلة لذي خلنا درسوه ادرسنا المشكل بالكافئات متاعنا ولقينا حلول واخذينا اجراءات وحسننا اداء الفنين وإطارات متاعنا شنو نتيش وهذا في اشهر قليلة انتقل تونسار من 63 على 300 الى 286 على 300 يعني عنا مشاكل عنا ناس يخدموا ضدنا ويعملوا في صابوتاش ضد الشركات على 300 الترتيب يعني الشركة مستوى طائراتها وجهوزيتها الفنية في اعلى مستوى مقارنة بالشركات الطائرات حسن من 63 الى 286 على 300 فهمني حبيت نقول اللي عنا مشاكل عنا ناس يخدموا ضد البلاد وضد الشركات وعندها كفاءات وعنا حلول وقادرين نوصل اعلى مستوىات هذا مثال من الامثلة انا واثق اللي البلاد هذه بعد الانتصار السياسي كي نعملوا وفاق وندعموا هذه الحكومة ونتفرغوا الاصلاح في وقت قصير في وقت قصير ماهوش طويل قادرين نحقوا الكثير لشبابنا وانا نقويوا ثيقته في الغورة وفي الديمقراطية وفي الاحزاب قادرين على هذا هذاك علش نقول لشبابنا يزم يبقى عندك امل ويزم تشارك في بينا تونس الجديدة وانتي مستقبلها نحب ونلقاوك في الانتخابات البلدية ونلقاوك في المجتمع المدني وفي الاحزاب وفي الدولة خلش نبني من تونس كما بناوها الشباب البلدان المتقادمة نتفاعل معاك ونقول لك مثالش نشيع الأمل ونقول لك إلي مشاكلنا سهلة ونثنيوا الركبة ونحترموا البلاد ونخدموا نجموا ونخلصوا ديوننا ولباس بايسي لكن في المقابل عندما يكون في الحكومة وزير ينجم يعين مستشار عنده شبه وعنده ملف فساد يدان بالسجن ويحضر في مجلس النواب ويتفرجوا فيه الشباب اللي قلت أنت معناها كرهوا الرشوة وهذا يا منخ سلبي ويخليهم ما هم عندهمش الأمل وكذا كيف يتفرجوا على المباشر في سرياض المؤخر الوزير المحترم وسامي عبو تقرعه وتقوله كذاب وتجبدله البرنامج تجبدله تكون ترامتاعه وتقوله ها هو اللي كنت تقول فيه على النقيذ تماماً لربعين مليون موجودة وصفة السيد اللي تدبته زاد كذلك صفة على غير ما صرحت به حكومات تحترم رواحها في نهارتها إما سامي عبو يجب تصير فيها غريبة أو لوزير يجب شو ويطير هكذا هذه الحكومات اللي تنجم الأمل اللي يحكي عليسي عبد الكريم ينفذ بالإمكانيات الموجودة عنها شو رايك أنت إلى حد الآن وزراء ينجموا يعملوا مستشارين فسجين وينجموا يكونوا يكذبوا حسب ما شفنا ولا شيء يتحرك لم يعد الكذب بنجم يعرق الوجه ولينا نقوله شو نعملوا بيهم اللي نشف القاعدة الأولى رداً على هذا السؤال لا أحد فوق القانون رف الحكومة أنتما 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 النمبر وان اللي قاعد يصد في الحكومة القاعدة الأولى أنه لا أحد فوق القانون وزير أو غير وزير وإحنا شرط من شروط دولة القانون اللي بدنا نبنيو فيها ومزال البناء بشي طول وبشي يبقى صعوبات هو أنه اللي خالف القانون يحال على القانون قطع نظر على شكونه وشكون حزبه الوزير يستقي لا يحال على القانون هذا أولاً هذا أولاً ثانياً ثانياً إحنا زاد كذلك من الحاجات اللي الناس متقلقة منها يقولوا وقت لتاقعة كارثة ولا حادثة ولا مشكلة تقولون أن نحقه ولكن ما ليناش نتائج متى تحقيق أنا كي كنت في الوزارة أحلنا عشرات الملفات للقضاء ولكن لم تصدر أحكام هذا يدل اللي أما بش نعملوا آلية متى تحقيق ومتاع قضاء ومتاع اصدار أحكام ناجزة وإلا الناس بش ولي ما عاش عنده ثيقة لا في القانون ولا في الدولة فإحنا ندعو الحكومة بكل أجهزتها وعلى يأسها رئيس الحكومة باش نثبته ونبينه لشعبنا وشبابنا أنه اللي خالف القانون يتعاقب بالقانون مهما تكون المخالفة متاعه ومثل ماش تبرير لانتهاك القانون ولو كان هذا في إطار مقاومة الإرهاب نقاوم الإرهاب بالقانون ونقاوم الإرهاب باحترام كرامة الإنسان والحريات ونقاوم الفساد بالقانون وباحترام القانون باش نوصل وننشح في إيجاد نظام جديد مبني على العدل وعلى القانون وإلا باش نوليه نبدل واستبداد باستبداد فهذا المستوى الثالث المستوى الثالث المستوى الثالث اللي يطرحوا موضوع مهم كما ليشارك لو أنت اللي هذا يزيد يدل اللي رئيس الحكومة وغير رئيس الحكومة قبل ما نعملوا تعينات أو بعد ما نعملوا تعينات يزمنا ديما نشاوروا وديما نقيموا أداء الوزراء وأداء المديرين وأداء المسؤولين باش قد ما نتشاوروا في اختيار المسؤولين يكون وزارة وولات معتلم دين مدير عامين قد ما نشاوروا قد ما نشبه الخطأ بش يكون ضعيفة وقد ما بش نقدموا الكفاءات ونقدموا الناس اللي عندهم نزهة والناس اللي ما فيهم شبهة فساد والناس اللي ما يتحوش للفساد وقت يدخلوا للسلطة فاحنا طالبنا في النهضة بعد ما صارت الأزمة الأخيرة متاع التحوير الوزاري قلنا ندعو رئيس الحكومة بش يعقد الاجتماع بشورة كائنة كل في وثيقة قرطاش نشتموا حزاب ونظمات نقيموا أداء الحكومة لا وزيرة فوق التقييم ولا وزيرة فوق القانون اللي ناجح ويخدم في البلاد ويحترم في الدستور وقاعد يقدم في نتاج مرحبا بيه ونشجعوه ونعاونوه اللي تقييم ويبين اللي هو معتاش نتاج وإلا ثم شبهات نغيره والقرار ياخذ رئيس الحكومة هذا متفق عليه ولكن نتشاوره فاحنا حاسين ثم نقص في التشاور يزمنا نقويه ثانيا ثانيا وإحنا مستبشرين بهاللقاء ذا وسجلناه في بيهن مجشورة أن الاجتماع اللي دعاله رئيس الحكومة وحضروه وافح السبت 11 مارس ومجتمع ومجشورة مجتمع وجاء رئيس الحركة بعد نحضر الاجتماع من 19 صباح للأربعة ومجشورة والتحق بينا في المجشورة وعطانا فكرة على الاجتماع ذا الاجتماع ذا يدل اللي كين تشاوروا وكين نجتمعوا ننجح فالاجتماع ذا ما هو دلالات النجاح اللي فيه؟ نعم دلالات أنا بعد ستة شهور اجتمعنا بش نقيموا أداء الحكومة مش بعد مئة يوم ولا ثلاثة شهور ولا الناس اللي يحكم ولا فشل الحكومة قبل ما تبدأ ولا فليمات الأولى بتاعها هذا خطاب معناتها جاوزناه وما يفعل نجاح بعد ستة شهور انقيموا أداء الحكومة وبهدوء وبإقناع تفقة الناس اللي ثم تقدم في الجانب الأمني ثم بداية تحرك في الجانب الاقتصادي وفي الاستثمار واستبشار بتحرك الفصفات ثم زد كذلك استبشار بالحركية اللي يهم في ملف التشغيل وعقد الكرامة والمحاولات هذه اللي يجاد فرص لشبابنا في القطاع الخاص اللي يجاد بالقطاع العام اللي هو قاعد يعاني ومازال مريض ويلزم برشة إصلاحات فإبدال ثم تقدم في مرشة مجالات ولكن زد كذلك ثم إقرار بأنه ثم إصلاحات ما زلت ما تقدمتش ثم فساد ما زلت ما تقدمنا شيئا في محاربته ثم قوانين ما زلت معطلة ثم تعينات يزم تراجع لأنه شنو الفائد احنا يكون عندنا بمريمج وعندنا إصلاحات تقصد تعيين وزراء ولا تعيين ما تحت الوزراء كل مستويات الدولة بمفاهم الوزراء فإحنا يزمنا أن نراجع برشة تعينات من أجل أن نظم النزاهة والكفاءة والنجاعة فثم تعينات يزم تراجع لأنه ما يكفيش بش تكون أنت مع الإصلاح وما يكفيش تكون عندك برنامج وإرادة في الإصلاح الإصلاح ينفذه المصلحون والصالحون ما نجمش الإصلاح يتم عن طريق تعينات سمح تعينات تعينات فيها ناس حولهم شبهة الفساد أو فيهم شبهة عدم كفاءة قاعد يصير مش كيف يصير ما هوش كيف يصير قاعد يصير وذلك علش النهضة كطرف مسؤول في الحكومة وطرف وطني يحب يسايس البلاد ولكن في نفس الوقت لا يهادن الفساد ولا يسكت على المنكر النهضة أكثر من مرة تحفظت على تعينات وخاطبت رئيس الحكومة وقتلوا ثم تعينات في المعتمدين في الأولاد في الوأس المديرين بما في ذلك في الحكومة عنا عليها ما نقوله وبلغنا آراءنا في برشة تعينات وانا من الناس اللي وقت اللي كنت وزير نقل قالوا لي رأوا شركة متع نقل عادي بش تكون فاشلة وبش تكون خاسرة لأنه قطاع عام والقطاع العام فيه برشة قطاع العام شركة في عوضة تكون نسبة الأتعاب متاحة كما قلوها والمصاريف متاحة ما تفوتش 35% توصل 180% 220% يعني شركة بالنسبة لي وما يقوص منها احنا اخترنا رجال وانساء كفاءات نتعى تونس ما همش من نهضة وولت الشركات هذه ناشحة ومن بعد ما ولت الشركات هذه ناشحة وخرج الوزير اللي كان في ترويكا بداية التصفيات لهذه الكفاءات وبداية الشركات هذه ترجع وإن كانت قبل ما تخلنا احنا علش يقع هذيه علش يقع هذيه وقت الثاني يخذ شركة خاسرة 33 مليار في ظرف عام ويش يرد هربحة 3 مليارات علش بعد ما يخرج عبد الكريم الهروني من الوزارة نحيوه علش وقت اللي يبدأ بي دي جي يخذي شركة خاسرة 5 مليارات رد هربحة 500 مليون علش بعد ما يخرج ترويكا ينحيوه علش لأنك خدمت مع ترويكا خدمة مع ترويكا جريمة سنين اغشوفوا علش سامحني ومشوفهم لي النهضة رأي فايقة وقاعدة تقول في كلمة الحق ولكن في نفس الوقت في إطار التوافق في إطار إصلاح الحكومة خلتنا نحب الحكومة تنجح ونحب وتونس نجح سمح ملأ توافق عن الفساد لا و هل يمكن أن يرتب التوافق على سمحني إذن قاعدة راقف التعينات تعينات فيها كفاءة فيها نزاهة من نهضة مش من نهضة مرحبا تعينات نثبتوا فيها ويظهر فيها شبهة الفساد أو شبهة الفشل إحنا نكلموا رئيس الحكومة ونكلموا شركائنا في الحكومة ونقولوا ما نقبلوش بش تعمل تعينات على طريق هذه وثم ناس كانوا يتهموا فينا بأن نحن نعينوا في ناس على أساس الولاء هذاش قاعدين يعملوا البعض منهم الآن ثم ناس قاعدين يتهموا فينا بأن كنا نحبوا نتغولوا اللي حب يتغول ما يسلمش في حكومة اللي حب يتغول ما يقبلش بالشارك في حكومة بعد انتخابات بوزير وقت اللي هو ثاني قوة في البرلمان فسمحني خم قولي ثم مظاهر الآن مدام نحن نحب شبابنا ياثق فينا وياثق في الحكومة وياثق في النهضة وفي الأحزاب يزيبنا نصارحوه فأنا نقولك صراحة التعينات الحالية في إدارتنا في دولتنا فيها عدد لبس بيز مراجعته ومن ما ظهر المراجعة أنه ناس يقع إبعادهم لأنهم خدموا وقت الترويكا ولا بعد الترويكا ولا لأنهم الحزب الفولاني الكفاءات اللي تظلمت يزميعات لإحتبار لها واعطاها فرصة باش تخدم البلاد وفي ذلك كفاءات نفس المتنافسون الناس اللي تحطوا بولئات أو بقرابات أو بتعينات معنتها ما تشرفش البلاد يجب يتراجعوا لأن الإصلاح شرطه الأول هو أن الانتدابات تكون صحيحة التعيينات تكون صحيحة والقوانين تتطور هذية شروط قاعدين نناظلوا من أجلها النهضة هذا دورها النهضة ما تتكلمش ياسر على مقاومة الفساد ولكنها تقاوم الفساد فعلاً ثم برشة ناسي تحرثوا على مقاومة الفساد ولا يفعلون تقريباً شيئاً عبد الكريم الحكومة هذه معروفة شنوة ثقل النهضة وثقلها مش بالضرورة يقاسب عدد الوزراء اللي موجودين في الحكومة هذا معلوم للجميع اليوم لما نرجع لهذا المشهد اللي هو مشهد فاضح واضح لا يحتاج لها لا يقبل مواربة ولا يحتاج بشلش تعدها في التلفزة مباشرة وشافوا نائبة أو نائب شعب سامي عبو مع الوزير رياض المؤخر اليوم بعد هذا ما تراشل لي أفضل رسالة يمكن أنه قدمها لهذا الشعب ونقولوله يا شعب راهي الحكومة ذي بندائها ونهضتها وبأحزابها الأخرى راهي ماضية ولا تتسامع في الفساد هذا الوزير يقال ويتم التحقيق أنا نحب ننبه الحاجة مهمة الدولة ورجال الدولة واحترام الدولة هذا يزم يكون من ثوابتنا إذا نحب وننشحوا في الثورة احترام رئيس الدولة احترام رئيس الحكومة احترام الوزراء احترام النواب الولات المعتمدين المسؤولين المناظلين النقابيين العالمين إذا ما تماش احترام حتى كنختلف حتى كنواجه بعضنا إذا ما تماش قدر من الاحترام والقدر من الاحترام هذه السنوات اللي بعد الثورة فقدنا منه كثير وهذا سمم الأجواء في تونس وشوه صورة الانتقال في تونس وضيع هاو شو قلت شنو سؤال معنتها النجم ننقد وزير النجم نواجه وزير النجم نطالبه بتغيير وزير ولكن في التعامل مع الوزير والتعامل مع الحكومة ورئيس الحكومة ومع نواب المجلس ثم وصول وثم قواعد واللي يقع فثم ناس وقت يجي واحد يقول رئيس دولة ترتور ويروح لدارهم مرتاح ما زال قدر في البلاد لا معاش قدر واللي يقول على رئيس دولة ترتور ما زال قدر وزير ولا نايب ولا معتمد ولا كذا والناس اللي يسكتوا سمحني سمحني خليتهم من حرية سمحني سمحني تبعني لا اخذينا مثال اخذينا مثال اخذينا مثال لانه يتقال ترتور على الدكتور مصف المرزوق ويتقال ترتور على سيل باشي ويتقال على اي رئيس نعم لما صلح تمنى الكلام هذي ضد الجميع سمحني اللي يعملوا في شيء هذية قاعدين يعارضوا مش قاعدين يعارض قاعدين يبنيوا مش قاعدين يبنيوا قاعدين يصلحوا في الدولة مش قاعدين يصلحوا في الدولة ثم عمل اسمه تشليك الدولة ومؤسسات الدولة ورجال الدولة واللي يقبل بهذاية ويولي نايب يتيح قدره ويولي ويولي يتيح قدره احنا في البلاد يديز مثلا قدر وفي البلاد يديز مثلا احترام نختلفه نطالبه بتغير وزراء اما وقت اللي انا نولي معاته يوصل الخطاب يتدنى الى مستوى معنتها اللي احنا ميرقش بنا وشنا بطوله فانا نحذر انقول ننقده نعارضه نضغطه هذا الكل جايز في اطار التحذر والاحترام وكذلك رئيس الحكومة رئيس الحكومة مطالب باش يتفاعل مع البرلمان باش يتفاعل مع النواب باش يتفاعل مع الاعلام باش يتفاعل مع الاحزاب باش يتفاعل مع المعارضة كيف يتفاعل مع الناس اللي معاه وهذا يزم يظهر في اجراءات ولكن معانتها يزم نحترم المؤسسات وذلك علشان يجي باش يقول انا نفرض تغيير هذا الوزير او تغيير هذا الوزير وقتها اللي باش يحكم معاش رئيس الحكومة واللي باش يحكم معاش البرلمان واللي بشيحكم معاش الأحزاب والانتخابات ولا شعب تونسي سؤال الأخير في الموضوع هذا سعى عبد الكريم يعني إذا خلت باش نمشي وبعد للنهضة ومشروع الإصلاح إلى خيره حتى دايما يفوت ناش كذلك إذا وزير من الوزراء يثبت عليه ملف فساد هل أن حركة النهضة تواصل دعم الحكومة أحنا لا ندعم الفسدين ولكن حاسب الناس معاتها لا تزير وزيرتهم وزر أخرى إذا في حكومة يطلع وزير عنده خطأ أو عنده شبهة أو عنده ملف نحن نخرج الوزير أو نقول له ينجب يصير هذا مع رياض المخر هذا معنتها يتبع رئيس الحكومة ويقرر فيه رئيس الحكومة وأنا نصور كل كلام يتقال في الحكومة في الوزراء وحتى في شخصية تونس يلزم يأخذ بجدية ونتعامل معها بجدية ما نظلم أحد لا نظلم الوزير ولا نظلم النايب ولا نظلم خاصة معناتها ذوق التوينسة واحترام التوينسة نعاجه مشاكلنا بطرق متحذرة وينجم وزير يستقيل ينجم يقال هذا في نظام ديمقراطي بعد الثورة رو ما عادش مشكل كبير أما وقت اللي نولي أنا في تعاملي مع رجال الدولة ومع غيرهم كما وقام مع سيلة حبيب السيد سيلة حبيب السيد ثم ناس حابة تتغيره بطريقة مهينة النهضة قالت لي أنا نطالبه بتغيير رئيس الحكومة ونحسبه على أداءه ولا نحب حكومة أفضل ولا حكومة بمشاركة أوسع ولا بوحدة وطنية هذا كله النجم ونتناقش فيه ووضح ولكن ينزم احترام رجال الدولة في دخولهم للحكم وفي خروجهم منه ينزم احترام ينزم احترام هذاك في مسلحتنا نسكن ما ينزم مش تقدر يتيح مفهومة الفكرة متاعك وصلت يعطيك الصحة سي عبد الكريم هناك يعني خبار شبه مؤكد بأن مستشار رئيس حكومة رئيس الدولة نور الدين بن تيشا يسعى باش يعمل كتلة متاع أغلبية في مجلس النواب ويكسر حكومة الوحدة اللي موجودة يكسر الكولة اللي شدتها إلى حد الآن يريد أن يفك الترابط الموجود مبيناتها طبعا لتشكيل حكومة الجديدة أنا ما عنديش المعلومات هذية ولكن معتا معلومات ما هيش منطقية ياسر لماذا؟ لأنه إذا هو مستشار رئيس الدولة ورئيس الدولة هو اللي بادر بالدعوة لحكومة وحدة وطنية وحكومة وحدة وطنية مش ممكن تصورها بدون النهضة اللي يخدم ضد حكومة وحدة وطنية ولي يخدم على عازل النهضة ما نجمشي يكون مستشار رئيس الجمهورية ما نجمشي يكون حاسب لك ما نجمشي أمور ما تركبش على بعضها مستشار رئيس الجمهورية يلزم يقدم استشارة رئيس الجمهورية في إطار سياسة رئيس الجمهورية اللي هي مع التوافق مع حكومة الوحدة الوطنية مع وحدة الدولة مع تشريك النسكل ثم ناس كانوا ضد المشاركة مع النهضة في الحكم هؤلاء معنا في الحكومة كانوا يعارضوا فينا كانوا يتهمون فينا في الفشل يشاركوا معنا في الحكومة ولو متهمين بالفشل لأنه أسهل شيء أنه فاشل يتهم الآخرين بالفشل سيد عبد الكريم حركة النهضة اليوم طرحت ملف الإصلاح داخلها لماذا الآن؟ أولاً الإصلاح ما هوش قرار ما هوش اجتماع فقط لمشهورة هو مصار الأمر هذا أصبح أوكد في حركة النهضة بعد المؤتمر العاشر والمؤتمر العاشر خذيه قرارات كبيرة التخصص حزب مدني ديمقراطي منفتحها المجتمع والنخبة بحجم وطني وقضايا وطنية مشارك فاعل في الحكم هذا يطلب إصلاحات في هيكلة الحركة وقيادتها وطرق عملها وخطابها وانفتاحها يطلب إصلاحات زد كذلك أن أبناء النهضة يكونوا موجودين في المجتمع المدني في الجمعيات في المنظمات في العمل الدعوي العمل الثقافي الحقوقي هذا يلزم تجيع مناظر النهضة بشيكونوا داخل المجتمع حاضرين مفتحين على من يخلفهم الرأي في إطار المجتمع ومدني المستقل يلزموا عمل كذلك النهضة أصبحت حكم طرف أساسي في الحكم المعارضة شيء والحكم شيء آخر وبالتالي يلزم ثم خبراء يلزم ثم كفاءات يلزم ثم مرشحين للبلديات والجهات والبرلمان والحكومة ولكل مستوية الحكم هذا يطلب إصلاحات يطلب أكاديمية للتكوين والتأهيل القيادي يطلب انفتاح على كفاءة البلاد معناتها ثم برشة تغييرات يلزمها تنفن هذا كذلك ما ننساوش اللي من نتائج المتمر هو الانفتاح على المجتمع من نتائج المتمر دعم حضور المرأة وحضور الشباب والإطارات في هيكل الحركة من نتائج هذا المتمر انسيجام عمد دستور الحكم المركزي بشتولي الحكم في الجهات التلمية في الجهات القرار في الجهات وبالتالي الحركة يلزمها تكون قوية في الجهات قريبة من شعبها قريبة من التلمية قريبة من المواطنين المواطنين عناو ياسر لبلادة مسخة ياسر مصالح المواطنين تعطلت ياسر الرخص البنية التحتية الكياس الماء الضو السكنة المناطق الخضراء جمال تونس احنا نسحق تونس اجمل بكثير مما عليها الآن بعد ثورة وبعد نشاح الديمقراطي وبعد احترام العالم فثم اولويات جديدة ثم مسئوليات جديدة للنهضة النهضة الآن معناتها منفتحة على كل القوى النهضة اليوم طرف اساسي في استقرار البلاد في نجاح الانتقال الديمقراطي في نجاح الاقتصادي رئيس النهضة وقيادات النهضة قاعدين يدوروا في العالم باش يجيبوا الدعم للتجربة التونسية للاقتصاد الوطني باش ينجحوا التجربة التونسية مش لهم هما كاشخاص ما هوش عارك على المناصب وعلى المنافع وانما من اجل تونس هالمسئوليات الكبيرة هذه اضافة الى ان النهضة مطالبة باش تقدم نموذج لحركة ذات مرجعي اسلامية تقنع العالم بانه انسان ممكن يكون متمسك بالقيامة الاسلامية وهو ديمقراطي متمسك بالقيامة الاسلامية وهو حداثي متمسك بالقيامة الاسلامية وهو مع العدالة الاجتماعية ومع السلم العالمي والامن العالمي ضد حركات ودعوات التطرف والكرهية اللي قال تتنامى في الشرق والغرب عليها مسؤولية كبيرة إذن النهضة يجب أن تعمل إصلاحات لأن الإصلاح ليس خطر النهضة فيها فساد نعمل في إصلاحها ولا خطر النهضة فيها فشل نعمل في إصلاح نعمل في إصلاح بش نقول النهضة التطور متاحها مستمر وبعد المؤتمر العاشر اللي هو محطة كبيرة نحبه نعطيه أولوية الإصلاح رئيس الحركة التزم بالإصلاح رئيس مجلس شورة التزم بالإصلاح ومجلس شورة خصصة جزء كبير من هذه الدورة وفي هذه الدورة قدمت ورقة قدمها مكتب ماجل الشورى الأخ صاحب يعطيك كلفناه في ماجل الشورى بش يعد هالملفة ذاية ويتابعوا وأعملنا ليجيان في ماجل الشورى وقدمنا ورقة فيها تشخيص أصلاح الأخ نجم الدين الحمروني كلفه ورئيس الحركة بش يشرف على هذا الملف التنفيذي وقدم ورقة قدمت عروض في المجلس وهو بداية النقاش والحوار داخل النهضة في هذه الإصلاحات ولكن دورة ما تكفيش لا للشباب ولا للإصلاحات وحاجة أخرى مهمة لأننا زادا كذلك داخلين على تجديد هيكلي النهضة بش تجدد منها الهياكل المحلية والهياكل الجهوية يعني بش تعمل حوالي 300 متمر 300 متمر بش التنظيمة متاحة والهياكل متاحة أي نعزوا فيها حضور الشباب والنساء والإطارات والمناظرين متاعنا والمناظرات بش تنظيم النهضة وهياكل النهضة تكون قابلة قادلة بش تكون مناسبة لمرحلة البلاد ولمسؤوليات النهضة والخدمة تونس بش تنجح الديمقراطية والتنمية في تونس فعلى قدر المسؤوليات على قدر التعقيدات اللي في المرحلة وعلى قدر المخاطر اللي توحيت بتجربتنا خدر ثم ناس مقلقوا من نجح تونس وثم ناس مقلقوا من نجح النهضة فإحنا قادمين على عملية كبيرة هيكلية حضرنا لها القانون حضرنا لها الأليات ونحضرولها في برنامج انطاء إصلاح باش هالهيكلة التنظيمية إحنا نحييو تنظيمنا اللي خلى النهضة تقاوم الاستبداد وتفوز في الانتخابات وتنجح في الدستور وتوصل المجلس الأسيسي والبرلمان كقوة أولى وعاون على تفكيك بؤرة تواتر اللي صنعتها ناس باشتعطل الانتاج وتضرب السلم في البلاد وتقسم التوانسة تحية لتنظيمنا على كل ما قدمه ولكن التنظيم هذه بعد 40 سنة بعد كلها الانتصارات اللي حقاقها يزم يجدد ويدخل مرحلة جديدة مع المسؤولية الجديدة ووجود النهضة كأول حزب في البلاد وكالشريك أساسي في الحكم في إطار الوفاق والحوار وتقديم مصرحة البلاد على مصرحة الحزبية هذا حول التنظيم نحب نحكي كذلك على رئيس التنظيم كنت تحكي على رصيده الخارج تونس إقليمي والدولي والديبلوماسية الشعبية التي يقوم بها لجلب مزيد من الدعم السياسي والمالي والاقتصادي لتونس جميل هل بما يفعله اليوم ويقوم به دور يقوم به السيد رجل غانوشي يهزه في إطار تطوير الحركة وإصلاح الحركة التي تحكي عليها يهزه إلى أنه يترشح لرئاسة الجمهورية في الانتخابات المقبلة شيخ راجل غانوشي ما يختلفوش الناس العقلاء والنزهاء أعطينا حاجة جديدة في الموضوع هذا على الأقل تكون خبر يخرج من القناة نحبه شوي سبقه هذه شخصية وطنية وعندها حضور إقليمي ودولي وتحظى باحترام كبير وعندها دور في دعم تونس وفي محاولة نشر فكر الوفاق ومنهج الوفاق في العالم العربي باش نوقفوا الحروب الأهلية والانقلابات الدموية والتدخل الأجنبي والطائفية والتقسيم والإرهاب فالرجل هدايا يحظى باحترام كبير في البلاد وفي العالم وهدايا فخر لحركة النهضة وفي نفس الوقت هذا الزعيم الكبير هدايا هو يفتخر بأنه زعيم حركة كبيرة كما النهضة فيها مناظلين مناظلات وفيها تضحيات وفيها مؤسسات وفيها تفاني في خدمة البلاد والمبادئ الإسلامية والديمقراطية فإحنا نعتز بقيادتنا ونعتز بحركتنا وبكل قياداتنا وبكل مناظلين ثانيا الرجل هدايا في لحظة تاريخية ما تنزلش للاستبداد وبعد الثورة وقت اللي جاته فرصة وبعد الفوز في الانتخابات والحزب اللي يقوده هو أول حزب في البلاد الرجل هدايا رفض أي مسؤولية في الدولة هذه مش من التقاليد العربية العريقة اقترحها عليه منذ قرون اقترحها عليه هو وقت اللي فازت النهضة هذا تكليف من الشعب للنهضة بشتحكم وزعيم النهضة في التجارب الديمقراطية هو المؤهل أكثر من غيره إذا فازت النهضة بش يكون هو رئيس الحكومة أو رئيس الدولة أو غير ذلك الرجل هدايا رفض أن يكون مسؤولا في الدولة واصل لقيادة الحركة والعمل على إنجاح التجربة بعقلية الوفاق هذا يحسب له وفي الوقت اللي كان ثم ناس التهلول بش تقدم انتخابات رئاسية بش توصل الرئاسة قبل ما نفكره في المجلس السيسي وفي الدستور وفي الديمقراطية هذا أولا ثانيا الرجل اللي دايه وقت اللي صارت الانتخابات ما تقدمش مرة أخرى جات فرصة أخرى في انتخابات ثانية وما تقدمش وما ترشحش رغم الحزب متاعه هو معناتها الحزب الأول في البلاد وحزب معناتها عنده تجربة بداية في الحكم وبحث على مرشح ويفاقي يجمع التوانسة ويخلينا نقدمه في المرحلة الانتقالية بأقل تجاذبات وصراعات وبعد نتائج الانتخابات الرجل الهدايا كان في مستوى أنه الناس اللي وصلوا للحكم بمعادات النهضة والناس اللي صوتوا لإسقاط النهضة أقنحهم واقتنعوا بأنهم ما ينجموا يحكموا إلا مع النهضة وما تنجم تستقر تونس إلا بالنهضة والوفاق هو الخيار الوحيد وثم الناس لأخر وقت جربوا بشي يعملوا حكومة بدون النهضة وفشلوا في 24 ساعة وشاركت النهضة وتواصل الوفاق والرجل الذي كان عنده شجاعة في لحظة صعبة في تاريخ تونس في 5 أكتوبر بش يمضي على الدخول في الحوار الوطني رغم اللي بعض الناس حبت توضع شروط في أخر وقت بش تفشل الحوار الوطني وبش تعزل النهضة وتحملها مسؤولية فشل الحوار الوطني الرجل الذي كان عنده شجاعة بش يمشي في الحوار الوطني ويمشي معه الحركة متاعه ومع المؤسسات الحركة متاعه في الحوار الوطني ونساهموا في نجاح الحوار الوطني ونقدموا حكومة مقابل دستور مقابل انتخابات مقابل استقرار اللي قادت عيش فيه تونس والنجاحات اللي بدأت عيشها واخذينا اعتراف دولي بجيس نور هذا الكل صحيح إذا كان الرجل هذا في المحطة الرئاسية المقبلة هل سيكون مترشحا ولا لا الرجل الهدايا حسب قانون النهضة النظام الأساسي اللي صادق عليه المؤتمر العاشر عنده الحق بش يترشح الرجل الهدايا ثانيا عنده المؤهلات بش يكون في هذا الموقع ثالثا 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 من يقرر ذلك من يقرر ذلك هي مؤسسة الحركة وعلى رأسها مجشورة في الوقت المناسب والموضوع هذا مزال ما هوش يجده الأعمال النهضة ومزال مش وقته الناس اللي حبوا توا يحكيوا على انتخابات الرئاسية قبل بسنوات قاعدين يهمشوا فينا على الأولويات اللي اتفقنا فيها في وثيقة قرطانش وصلت الفكرة دي في الوقت المناسب ناخذ قرار مجلس شورة اللي فيه مصلحة المنطقة مجلس شورة هو الذي سيقرر سؤال أخير مجلس شورة النهضة حسب القانون الأساسي هو الذي يرسم السياسات يعني العامة تقريبا هل انتو من فاعلين قاعدين مجلس شورة يرسم السياسات العامة ولا قاعدين يتبع في التنفيذ صراحة الصراحة نعم الصراحة أنه رئيس الحركة والتنفيذي قاعدين يتحركوا وفق صلوحياتهم نعتهم القانون مجلس شورة قاعد يقوم بدوره قاعد يبرمج في ملفات يدعو في المكتب التنفيذي بشي قدم تقارير ويفتح ملفات قاعد ياخذ في قرارات ويحدد في سياسات الحركة احنا بينا وبين التنفيذي ثم تكامل ثم تعاون ما ثماش صراع بين مجلس شورة وبين رئيس الحركة والحركة هذه عندها رأس واحد هو رئيس الحركة وعندها مؤسسات ديمقراطية وانا نتمنى بش نستدعيو الاعلام يعمل نقل مباشر لمجلس شورة بش يشوفوا قد ديش داخل النهضة ثم تنوع ثم ديمقراطية وثم زد كذلك ويفاق وفي الأخر الناس كل تلتزم بقرار المؤسسات فتحية لكل القيادات لأن أبنائها النهضة تربيوا على احترام الرأي المخالف ولكن في نفس الوقت في إطار الوحدة واحترام المؤسسات النهضة حركة مؤسسات تحترم كل قياداتها وكل الأراء داخلها وذلك على شبقات موحدة وابقات قوية وستبقى كذلك الناس اللي منين في رواحهم بشيراء وشقوق في بناء النهضة أو تسريبات في بناء النهضة الناس دمهم ما يعرفوش النهضة فأحنا نتمنى بشي النهضة تبقى موحدة قوية متنوعة منفتحة لغيرة ونبني أحزاب قوية واللي حب يتنافس مع النهضة يقدم معناتها برامج ويقدم حزب ينجمي نفس النهضة معد ذلك هذا ما ينفعش الديمقراطية في تونس وما يوقفش النهضة شكرا لك سعبد الكريم معذرا على هذا التعصف في الوقت دهم لأننا وخدمنا أكثر حتى من الحيزة الزمني المخصص لهذه الحلقة معاك حوار مهم جدا شكرا لك إذن عبد الكريم الهاروني المهندس رئيس شورى مجلس شورى حركة النهضة شكرا لك الشكر موصول كذلك لكم مشاهدنا الكرام على حسن المتابعة ولكل الزملاء في غرفة التحكم كمالح فيذ كان على رأس الفريق بالإخراج وملك القاتري كانت في العداد المقدمة المجري يلقاكم بألف خير شكرا لكم